السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم عاملني اتمنى تكونوا خير وصحة وسلام ان شاء الله وقعد في الشغل في واحد زميلي في الشغل طلع لي موبايل ويقول له محمد بص شوف فتلاقيت له بتطلع له صور جنسية صور جنسية وصور صور ناس عريانة كتير على الموبايل فبيقول لي محمد ده فيروس انا عايز اشيل الفيروس ده اولا ده مش فيروس ده كان ببرنامج انا لما اعدت ادور كده في الموضوع عرفت اجيب معلومات عن التطبيق اللي هو نازل ده واشلتوله التطبيق والموضوع بقى تمام زي الفيروس الفكرة جي مصطلح الفيروس ازاي الفيروس جي من ايام ويندوز ويندوز دي اللي هي بتفتح بها الكمبيوتر دي دي النسخة او نظام التشغيل بتاع الكمبيوتر ده اسمه ويندوز الويندوز ده كان زمان كان شغال على نظام اسمه الدوس الدوس ده كان عبارة عن علشان تروح مثلا عشان يفتح لك مثلا حاجة معينة جوه الكمبيوتر فكدت لازم تكتب له الاوامر يعني تكتب له كده زي اكواد تقول له اعمل كزا وروح كزا واعمل كزا كانت عبارة عن اكواد تمام لو انتم عايزين تفتكروا الفيديو ده قوي لو شفتم مثلا فيلم الارهاب والكباب هتلاقي مثلا لما كان عاد الامام كان رايح بيكلمه يقول له احنا ده الكمبيوتر فكان الكمبيوتر كان زمان اللي هي الشوشة الضخمة او اللي سيبها يعني مساحة كبيرة وراها وكان بيقعد يكتب الاكواد هو ده في الفيلم ده بالضبط ده نسخة الويندوز الدوس بعد كده جي الويندوز فالويندوز من من انظمة التشغيل اللي هي مفتوحة المصدر بمعنى ان انت ممكن تدخل على ملفات النظام نفسه وتبوز النظام او تعمل تخلق حاجات تبوز النظام جوه جوه النظام نفسه يعني انت ممكن تدخل على السي لو انت فتح مثلا انت فاهمني لو دخلت على نظام الويندوز ودخلت على السي ومساحة كل اللي في السي تقف اللي جايز تتاح وتلاقي الويندوز ضرب تمام؟ هو ده الويندوز فكان من السهل جدا المختارين والمطورين في الويندوز انه هما يضربوا ويحطوا هاكرز او يحطوا فيروسات فيه ويدربوا لك الانظمة دي اما بقى النقيد النقيد اللي هو في الاندرويد الاندرويد زي ما هما بيقولوا اللي هو اوبن سورس وانه هو مفتوح المصدر بس خب بالك هو مفتوح انك انك تعرف تطور فيه لكن ما تبوزش فيه انا لحد وقتنا هذا الاندرويد بقى له مثلا ان يجي حوالي مثلا من ساعة انا مش عارف هو يعني هو اخترعوه امتى او ان هم بدأوا الاوبريتنج سيستم امتى بس مثلا وانيقول عشر سنين انا عمري ما سمعت انه فيروس يعني عندي انا عمري ما قابلت انه فيروس في الاندرويد دي اول حاجة الفيروس بقى بيجي ازاي الفيروس بيجي عن طريق الصلاحيات عن طريق الصلاحيات وانت بتنزل مثلا برنامج بريكم زي المسنجر المسنجر بيقول لك ايه وانت مثلا بتفتح الفيديو كول لانت بتتحدث حد فيديو كول يقول لك ايه اه السماح لي الميكرو فون تذهب السماح لكاميرا دوس السماح السماح ان هو هيدخل على ーいكت بتاعتك او جهات الاتصال فتدوس سماح هذا هو لكي تطبيق نفسه يحتاج أنه يدخل على الأسماء لكي تطبيق على الكاميرا لكي تتكلم الناس فيديو كول وعلى المايك لكي تتكلم الناس صوت إذا كنت تنزل مثلا برنامج مثل تسجيل المكالمات هذا تسجيل المكالمات لا يوجد شيء واحد فهو سيسجل المكالمات سيحتاج المكالمات ويحتاج ملفات التخزين لكي تسجيله ويضعه عندك في التخزين لكن ليس يحتاج كاميرا فانت وانت بتنزل التطبيقات يقول لك سماح 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 فانت لو انت بتنزل عن طريق جوجل بلاي ستور أو اللي هو متجر جوجل بلاي فمتجر جوجل بلاي يعني مش هقول لك ما بيتوصه هو ما بيسمحش لأي برنامج أو أي تطبيق إنه هو ياخد أذنات أو صلاحيات هو ما يحتاجهاش يعني برنامج زي أو تطبيق زي التطبيق اللي أنا بقول لك عليه ده بتاع تسجيل المكالمات انت مش تحتاج فيه كاميرا فانت ما ينفعش تستخدم فيه كاميرا فعشان كده بيروح لغيهالك أما بقى لو فيه انتبابت الكامير مثلا لو فيه اللي هو يدفيروس لك جهازك لو فيه مطور قوي جدا 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 اللي هو عملاك فهيقدر يعمل لك فيروس ليك انت لموبايلك انت خصيصا ليك انت يعني مفيش فيروس يقدر مطور يعمله يدمر أجهزة كتير ما يقدرش هو يعمل لك فيروس ليك انت مخصص على استخداماتك عشان لما تدخل على كذا تدوس كذا وكذا بس لكن مش هيعمل فيروس ان هو زي زمان مثلا فيروس او لحد الان فيروس لو مسلا يروح تضارب مثلا اجهزة كتير في الويندوز لا في الاندرويد مفيش كده هو في الاندرويد لو حد عايز ودي طبعا انا يعني أنني انا بقولها لك أنت بتقول الاختراكات والمش اختراكات هو انت مين علشان الناس تختيرك أو المسلا الشركات تختاركك ركز كده الاختراكات ليس تأتي اليك انت الاختراكات بتيجي للشركات العملاقة لكن انت اليكم انت واحد بسيط انت اليكم ما حد قد يش هيلعب ا мой اعطاء لك بتحتير يعني حتى الصور اللي عليه او الحاجات اللي به الكبير ماتهمش الناس في حاجة او ماتهمش مع مواد Lumide في حاجة مثلا الناس عايزة تختارك محجة زي مثلا الناس اغنية جدا اه شركة عملاقة وشركة زي الفيزا والماستر كارد وكلام ده لكن انت بسيط لكن عشان اقول لك هل في فيروس في الاندرويد ولا嫌 مافيش فيروس تماما 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 هوا كل الاختراكات اللي بتيجي عن طريق الاندرويد تيجي عن طريق الصلاحيات وو We already Brus التقوى عن طريق الصلاحيات و الأذونات ان ان انت وانت بتنزل أبليكيشن او برنامج شمايه في الصلاحيات وانت بتضغط تقول سماح او بتضغط مثلا تقول ايفتح لك مسلا مايك تدوس سماح او يفتح لك الكاميرا تدوس سماح او يفتح لك اللي ما عافش ايه تدوس سماح. ركز في الحاجات دي جدا. انا من الناس اللي انا بدخل على حاجات من بره جوجل بلاي ستور ويعني وبجيبها وبنزلها. بس وانا بختار بشوف انا هفتح الصلاحيات لانهي حاجة بالظبط. بس كده وده كان كل حاجة. فاتمنى لو الفيديو عجبك اتمنى ما تنساش تعمل لايك وتشترك معا في القناة. شكرا جدا والله انا يعني بقى طعف فعلا كتير في المحتوى ده. ويتجب ان حضاكت يعني تسعيبني. فشكرا جدا لي. وكان معكم محمد تحسين. انا اسم محمد تحسين. من قناة السرشاجي. والسلام عليك ورحمة الله ورحمة الله. اشتركوا في القناة.